استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسمو رعاه الله خالص الشكر والعرفان على الثقة الغالية التي أولاهيها سموه بتعينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكلفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة سائلا المولى تعالى العون والسداد ببذل كل ما فيه الخير للبلاد معاهدا سمو حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين أن يبقى متمسكا بالدستور والقوانين وأن يظل عند حسن ظنهما لتحقيق كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن راجيا من الله عز وجل أن يعينه على تحمل أعباء هذه الأمانة والمسؤولية لمواصلة مسيرة التقدم والنماء للوطن العزيز ترجمة نانسي قنقر